السلام عليكم أخواتي سعيدة بربعكم الجديد إن شاء الله سوف تكون ساعدنا على الحلق المشاهدة إن شاء الله سعيدكم بإعجادكم إذا سأكون أخواتي سأكون بشترك سأكون لكم جديد بالنسبة لك نحتاج لعلى بركتي 500 غرام منتقق الأبيض كيس من سكر ضاني 8 غرام الخامير 10 غرام من سكر خاشين ما يعدي من 0.5 كوب العنبة ربعة حليب 250 مليلي لتر من الحليب 80 غرام منزل حرارة الغرفان حبة بيض قليل بالملح يعني مقامة وسطة من الملح وعندنا ميلة كبيرة من خميرة الحلوية من خميرة الفورية ويعدد قريبا 21 غرام من خميرة الفورية لهم المكونات دعونا بركتي لها طريقة تحضيرها بالنسبة لطريقة فهي جيد سهلة نحضر المكونات الجافة فنخلطها مع بعض يعني سكر سنيدة ملحة وكذلك الخميرة سنضيف هذا الخميرة حمراء ونضيف كذلك سكر ضاني يمكنكم تضيعوا واحد المبشور بالبرتقالة أو المبشور بالخامضة يعني قشرة برتقالة أو قشرة حامضة سنخلط المكونات على بركتي الله سنضيف قمت بتجليد ونضيف فنضيف ونضيف ، ونضيف ونضيف سنجمعه بالحليب نجمعه العجينة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة تضيف الزبدة نضيف الزبدة نماتذ الخطر هنا من بعد عن João نضيف الزبدة نضيف الزبدة إما انظيف الزبدة يقوم بالعدونة ما ي exposing الزبدة نضيف الزبدة بعد القناة مضيف الزبدة سوف نجعلها جيدا بالاستعانة بقعب طحين لأن العجينة سوف نقوم بقريات لحجمهم تقريبا 41 قرام هنا كما قلنا القياس يكون 41 قرام سوف نقوم بميزان ونقوم بميزانكم 40 قرام هذا الحجم يكون شكوية صغر هنا بالشكل الأول سوف نقوم بقريات صغر نحاول نبسطوهم قليلا ونضعهم في اللاطا ونقول لكم كيف سوف نقوم بفعله هنا قررسنا هذا القرب عيوش الكثير نأخذ الموس ونضعهم بلموس بهذا الشكل هذا هنا نضع عفق منهم بذيذ الزبدة ومغر نقوم بذيذ فقط سوف نقوم بذيذ ونضع عفق منهم بذيذ سكر ثانيدة سكر الخاشين سوف نضيفه بالنسبة للشكل الثاني نحاول ندرس الكرة بشكل بيضاوي نضعه وسط من النور قليل من الشكلات سوف نحاول نضغطه بحبه الطريقة نضيفه هذا الشكل نضيفه نضيفه قريد ببريج ندرس الكرة بعد الملحة سوف نضيفه بحبه و انه يضيفه نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه لذلك بحبه حسن و انهم يضيفه دهنون من السفرية البيض كلنا ارى طريقة لله هنا دهنون زوجبيضات تنطلعهم قبل 11 ملقة والجوج مع عقبيصة الملحات سوف أعطاون زوجبيض سوف ندهنان وнизدهن يمكننا فر الجيد نفرهم جيد ونقسهم بكسر ال 18 ونجعلهم يطلبهم من فوق نفس الشئ بنسبة لهذا بالنسبة لهذا الشوكولات نضع فوق منه شوية حبيبات الشوكولات بها الطريقة سوف ندخل كل ما قمنا بفران ونطلقه من بعد مضي كما تلاحظوا معي أخواتي بريشتنا من بعد الماضي هذا اللي بدلنا على شكل كعك هذا اللي عمرنا بالشوكولات وهذا اللي بالسكر يعني يدرنهم حجم صغير باش يعجبوا الوليدات ممكن لهم أخواتي تعطوهم لهم يدوهم معهم لكوتي وليفترو بهم عصباح يعني كدلك الفلاشية يعني سيجوا رائعين وخفاف ومتأكد ان شاء الله انكم غادي تجربوهم ويعجبوكم قبل ما نختم غادي نحاول فقط نقطع معكم شي واحدة هنا باش نشوفوا كيف تيجي البريج ديالنا من الداخل لاحظوا معي أخواتي لاحظوا كيف تيجي خفيف ومهوي ورائع جدا نتمنى ان شاء الله انكم جربو اشتركوا في القناة باش يصلكم المجدد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة